تشكل الألغام والمتفجرات ومخلفات الحرب مشكلة أمنية لسكان العاصمة الصومالية إذ لا يكاد يمر يوم إلا ويتم اكتشاف لغم أرضي أو عبوة ناسفة في أماكن عامة وحكومية فضلا عن تلك التي تنفجر وتخلف الضحايا من قتل وجرح وقد استنفرت الحكومة الصومالية أجزتها الأمنية المختلفة من استخبارات والشرطة لضبط هذه الظاهرة إلا أن كم المتفجرات المكتشفة في تساعد مستمر إن مكافحة الألغام والمتفجرات لا تقل أهمية عن الحرب الميدانية التي تخضها القوات الحكومية ضد متمرد حركة الشباب والأجهزة الأمنية المختلفة تتعاون في جعل العاصمة منطقة خالية من التفجيرات وقد حال الخوف من الألغام والمتفجرات دون رجوع بعض سكان إلى منازلهم المدمرة أثناء الحرب إذ لا تتوافر تقنية الكشف عن المتفجرات إلا في نضاق محدود للأجهزة الأمنية وتتهم الحكومة الصومالية مقاتلة حركة الشباب باللجوء إلى زرع المتفجرات والعبوات الناصفة بعد هزمتها في المعارك المباشرة في مقاديشو عمليات قوات الأمن أضعفت قدرة مقاتلة حركة الشباب على مواصلة الحرب وبعد انهزامها العسكري تحولت إلى أسلوب زرع الألغام والمتفجرات في الشوارع والفنادق والأسواق والأماكن العامة دون تمييز ويعدلت فالوال فئة الأكثر تضرورا من المتفجرات إذ إنهم يلهون بمخلفات الحرب التي تركت في مناطق القتال دون أن يدركوا مخاضرها وتقول الحكومة الصومالية إنها تنفذ خضة لتوعية السكان بتجنب المواد المجهولة الملقاة في الشوارع أو في الأماكن المهجورة وضرورة إبلاغ الشرطة بذلك نستخدم وسائل الإعلام لتوعية السكان بخطورة الألغام والمتفجرات وقد أثمر ذلك وحاليا نتلقى معظم الاتصالات عن طريق الأهالي الذين يقومون بإبلاغ الشرطة عند الاشتباه في مواد متفجرة وتقوم قوات الاتحاد الإفريقي بنزع الألغام لكونها المسؤولة عن تأمين الضرق الرئيسية في مقديشو كما تقوم منظمة ماين أكشنا تابعة للأمم المتحدة بتدريب الكوادر الصومالية على نزع الألغام وإبضال المتفجرات لا توجد إحسائيات دقيقة حول ضحايا الألغام والمتفجرات في العاصمة الصومالية لكنها تحسد أرواح سكان بشكل قد يكون شبه يومي وبات تشكل هاجسا مرعبا لحركة الشوارع والأسواق ويراها كثيرون بأنها استمرار للحرب ولكن بضريقة أخرى علي حالني بي بي سي مقاديشو ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر